هنا في قرية تاشروين ببلدية تكسلانت بولاية باتنا تعيش عائلة بوسح همال وحيدة بين الجبال تقضي يومها بحثة عن قطعة ماء تشفي الغليلة حياة قاسية من زمن الثورة مع همجية مستعمر خلف وراءه حالة هذه السيدة رقية هذه المعاقة بدليل على ما عانته هائلة بوساحة منذ الاستعمار أبريد ذبابات يخذ من ربع العوام تيخدم ذيس وذي تأمرت أننا يعطينا هذه البلدية أننا يروح قاس الحجر نيغات نكذب موث هذا هو حقه أروحه ويغاسيت برويت ستلغى ثم غريطوا ما بين أبريد يقف حقومان أداسا في وقتين يللغش ذي أمي حكان في اللاس ذو سيد فرنغ المركز النعمي ذاي ذو سيد طيارين حرقين ذانغ في الدار قيمة مطايش يسي ما تنوس قيت لا في الدار هو ملخص لوضعية عائلة أنهكتها الأمراض وقساوة الطبيعة وتجهل السلطات ترجمة نانسي قنقر